سنة 2022 إلا اقتصاد، اقتصاد هي محضر أهم محطة للإقلاع في ظل التحولات الاقتصادية العالمية هو التأسيس لمنظومة رقمية تكون بوابة لقانون الاستثمار وإغلاقاً لبريقراطية الإدارة الرقمنا اليوم أصبحت حتمية ما عندناش خيار، لازم نمشيوا للرقمنا وهو على كل حال، على حسب ما رأنا نشوفه إحنا هو اتجاه استراتيجي للدولة الآن هل الخطوات تمشي بالسرعة اللازمة؟ ما زال ما رأناش في السرعة اللازمة لكن فيه بعض التحسن في ميداننا رقمنا لكن غير كافي اقتراح إحالة ملفات المستثمرين للمجلس الوطني للاستثمار الذي جاء في مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض على الحكومة في التاسع عشر ماي الجاري اعتبرها أرباب العمال عرقلة في مصاري الإصلاح القانوني للحياة الاقتصادية قبل سنوات ونحن نتكلم عن الرقمنا وجائحة كورونا يعني أعطتنا صورة عن التخلف الرقمي الرهيب في كل المجالات هذا ليس خيار إجباري الذهاب له اليوم التغيير المنظومة القانونية والذهاب إلى الخارج والتصدير لازموا إطار قانوني لازموا انقراج جوريديك لازموا بنية تحتية قانونية أنا أقول كان قطاعات مهمين هي قطاع الصناعة والفلحة هذا قطاع مهم اللي لازم نتركز عليه إذن هل الحكومة جاهزة لإعداد منظومة رقمية ولو جزئية قبل إعادة مناقشة قانون الاستثمار في اجتماع مجلس الوزراء أم أن البيروقراطية ستكون أمرا محتوما ترجمة نانسي قنقر